نشكر أكيد ريمة على هذه الفقرة ومشاهدين مستمرين معكم بفقرة وموضوع مختلف نصلت الضوء على فئات مهمة تحتاج لعناية واهتمام من مؤسسات مجتمعية متخصصة أطفال متلازمة داون هم شريحة مهمة ولربما مغيبة يجب توفير رعاية ذهنية ووظيفية وجسدية وعناية صحية أيضا فائقة بسبب الخلل الجيني الذي يرافق هذه الحالة من هنا جاءت فكرة بمبادرة من أهالي أطفال متلازمة داون حيث شرعت مجموعة من الأهالي بالقيام بالإجراءات اللازمة لترخيص جمعية الرحيم وهي لأصدقاء متلازمة داون حصلت على ترخيص الجمعية وأصبحت الجمعية الوحيدة المختصة في مجال أطفال متلازمة داون في الضفة الغربية المدير التنفيذي لجمعية الرحيم أصدقاء متلازمة داون حيدر أبو مخو هو ضيفنا في هذه الفقرة الله صبحك بالخير صباح خير لكم كيف صباحك؟ الحمد لله بداية نتحدثنا وكما ذكرنا أن المجموعة طلقت من حاجة أهالي الأطفال ما هي الحاجة الحقيقية لأهالي أطفال متلازمة داون يعني الحاجة أنه بنقص التخصص للاهتمام بأطفال متلازمة داون لأنه هؤلاء الأطفال بحاجة لعناية مختلفة من الجوانب الصحية والتأهلية والتوعوية والآخرهي بالإضافة أن الأهالي نفسهم بحاجة لإرشاد بكيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال وبعدم وجود اختصاص وبعدم وجود مؤسسات وجمعيات مختصة بإرشاد الأهالي بكيفية التعامل مع أطفالهم من هون اجت فكرة وتولدت فكرة إنشاء جمعية مختصة بالعناية بأطفال متلازمة داون وزي ما تفضلت في المقدمة أنه هي إجت نتيجة معاناة أهالي الأطفال نفسهم وعضاء الهيئة الإدارية للجمعية كلهم من أهالي أطفال متلازمة داون أهم الخدمات التي تقدمها الجمعية للأطفال طبعا الجمعية هي لسه حديثة الولادة وبرامجها يعني إن شاء الله نحن بنقدر نحققها بإرادة وطموح كل أهالي الأطفال بالدرجة الأساسية نحن معنيين أن نحن أول إشي نقدم خدمة للأهالي بكيفية التعامل مع أطفالهم لأنه أهالي الأطفال حتى في مراحل متقدمة جدا بتم إنكار هذا الخلل الجيني الموجود عند أطفالهم بحجج إلها أول مما إلها آخر بموروث اجتماعي وثقافي سيء جدا وبالتالي يعني إنكار وجود هذه الظاهرة أو وجود إنكار وجود هؤلاء الأطفال في مجتمعهم وفي بيئتهم وفي أسرهم بعكس بعكس أضرار سلبية جدا على الطفل نفسه وبالتالي يعني توعية الأهالي وتمكينهم من كيفية التعامل مع أطفالهم هذا بدرجة الأساسية بالإضافة أنه تقديم الخدمات بكافة أشكال لهذه الأطفال بحاجة لعناية من ناحية وظيفية ومن ناحية جسدية ومن ناحية ذهنية وهذه تفتقر إلى المراكز الموجودة عندنا في فلسطين بشكل مطلق تماما كل أهالي الأطفال اللي بدهم يعملوا أي شيء لأطفالهم من هذه الجوانب إما بلجأوا إلى مراكز في الكدس أو في إسرائيل أو في الأردن أو أولا آخره وهان يعني هذا الرقم الموجود عندنا في فلسطين وفي الضفة بالتحديد بحاجة لمن يقب بجانبه رح نسأل عن أعداد بس بعد ما نشوف مقطع طبعا من فعالية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نعم صحيح بصير يتفاعل مع المجتمع كمان ومع أطفال تانين ويشوف الأطفال التانين اللي زيه واللي غير كمان يعني بندمج في المجتمع وكمان بنبسط وبتعلم أشياء جديدة يعني أنا من ضمن مؤسسين الجمعية وقبل طفل هم من الطعين اللي بحكو لهم واللي والداون ساون دروم وبنحاول من خلال هاي الجمعية أن ندمجهم مع الأطفال السويين ونحن بنحاول ندمج الأطفال الطبيعية مع الأطفال اللي الحالات الخاصة فبيحسسهم هذا أنه هم نوع من الجزء من المجتمع فهذا بيخليهم منطقة يعني جزء فعال بالمجتمع بيخلوا يعطوا إيجابية للمجتمع الفعالية إحنا أجت كدمج بين الأطفال متلازمة داون والأطفال العاديين على أساس أن يكونوا مندمجين في المجتمع ويتكبلهم المجتمع كأطفال عاديين بين الناس بالنسبة لنا هذا النشاط الأول كان للجمعية والحمد لله يعني موفقين كنا فيه الأطفال انبسطوا كتير والأهالي متقابلين الفكرة ومتشجعين إلها كتير وبيشجعونا أن نستمر وإن شاء الله أنه راح نكون على قد المسؤولية إذن جمعية الرحيم أصدقاء متلازمة داون تنظم يوم فرح بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون شاهدنا كمان قداش الأهل متمبسوطين متفاعلين وجايبين أطفالهم فعلا واضح أنه فيه اهتمام واللي عجبني الدمج ما بين الأطفال يعني طبيعيين والأطفال بحاجة أيضا إلى عناية ويمكن هذه النقطة كتير مهمة نحكي عنها ونستثمر بنوجود حدر معنا ونحكي عن أهمية كمان تقبل المجتمع وأفراد المجتمع لهذه الفئة للأطفال حتى إذا كانت تواجدهم بأماكن عامة قديش مهم إحنا نتقبلهم ونشعرهم ويمكن هذه فرصة كمان نخاطب المشاهدين اللي بحضرونا سيدتي التوجه العالمي يعني نحو دمج أطفال متلازمة داون بالمجتمع الطبيعي هلا بس عشان يندمجوا هذول أطفال في المجتمع المفروض أنه ينشغل على الطفل نفسه ونسميه إيش اسمه التدخل المبكر من أجل أنه الطفل هذا ينمو نموه طبيعي متكامل واللي بنسعى عبر الجمعية أنه يكون النمو الطفل نموه طبيعي عبر مجموعة من المحفزات من أجل أنه يكون نموه بشكل طبيعي ذهنيا وجسدين والآخره هلا التوجه العالمي نحو دمج هذول أطفال في المجتمع الطبيعي بس عشان تدمجيهم المجتمع لازم يكون مؤهل وجاهز لتقبلهم والطفل نفسه يكون عنده القدرات والإمكانيات من أجل أنه يتماشي مع الأطفال الطبيعيين هلا المؤسسات الموجودة الموجودة عندنا في المجتمع الفلسطيني وبتاح الطفل الغربية هي مؤسسات تعتني بهذه الأطفال مشكورة على جهدها اللي بتقدمه لهذه الأطفال وما بنقدر ننكر هذا الجهد ولكن هي مؤسسات عبارة عن خليط ما بين أطفال الدون ما بين أطفال التوحد ما بين أطفال ذو الإعاقات الصعبة أو الآخره هاي الأطفال متلازمة الدون عندهم صفة مميزة اللي بتأهلهم أنهم يتطوروا أو يكون نموهم بشكل طبيعي أنهم أطفال مقلدين وبالتالي هذا الطفل المقلد إذا قلد الطفل اللي أفضل منه أو يسوي زيه رح يقعود بالنتائج إيجابية عليه ولكن إذا كان بمحيطه التعليمي في رياض الأطفال أو في المؤسسات الموجودة المراكز الموجودة أطفال بمستوى ذهني أو أسوأ منه رح تعود بالضرر السلب عليه ومن هون يجي الفكرة أنه إحنا بدنا نختص أو بدنا نشتغل على أطفال متلازمة دون نحو تربيتهم ودمجهم في المجتمع ولكن أهل المجتمع نفسه يعني هاي يعني مسيرتنا طويلة ولكن خطوط الألف ميل بتبلش بميل احنا نبلش فيها ومصرين تماما يعني زي ما تفضلته في البرنامج يعني كل أهل الأطفال يعني عندهم النية الصادقة والتوجه والعزيمة والإصرار على أنه نغير نظرة المجتمع تجاه هذول الأطفال ندعي المجتمع لتقبلهم بشكل طبيعي وعادي جدا لأن هذول أطفال حقيقة يمتازوا بصفات نحن الأسوياء ممكن ما مش موجودة عنا من مش يعني تقريرا من قيمتنا ولكن هم أطفال جدا وددين جدا حميميين جدا بتمتعوا بذكاء حاد أيضا بتمتعوا بذكاء حاد ولكن هذا الذكاء بحاجة لتحفيز بحاجة لتأهيل بحاجة لتدريب بحاجة أنك تتحفز هذا الذكاء الموجود عندهم نسبة الذكاء هذول الأطفال تتراوح ما بين 35 حسب الدراسات والألمية والأخصائيين يمكن توصل إلى 90% هذا الرينج أو هذه المسافة اللي ما بين 35 إلى 90% الأهالي بلعبوا دور كبير جدا في تحفيز هذا النمو الذهني عند الطفل بالإضافة لمحافزات أخرى مبنية على أسس علمية وصحيحة قادرة على إنها تصعد بهذه الأطفال لمستوى متقدم من الذهنية المتطورة السؤال عن العاملين في الجمعية هل هم مؤهلين معهم دورات بخصوص الأطفال أو متخصصين في دراسة شيء معين أم أنه أي حد ممكن يرعى هاي الأطفال فموجود بالجمعية سيد العزيزي نحن الجمعية بس من شهرين شهرين نصف نحن أخذنا ترخيصها من وزارة الداخلية ونأخذ اعتماد تقصص من وزارة الشؤون الاجتماعية حتى هذه اللحظة الجمعية طبعا تفتقر لوجود مقر إلها اللي عبر المقر هذا يتنفذ هاي البرامج اللي احنا تفضلنا فيها حتى البرامج اللي احنا حكينا عنها نسعى من أجل تحقيقها ومن أجل تطبيقها على أرض الواقع الطاقم الموجود الآن هو أهضاء الهيئة الإدارية قاموا متطوعين بما فيهم أنا والجميع متطوعين لخدمة الأطفال بشكل لبين ما نقدر نوفر المكان والطاقم الإداري المؤهل اللي طبعا هون ما فيه عندنا أي تخصص في هذا الموضوع نحن بنسعى أن نطلع مجموعة من الفتيات أو المتطوعين على أردن أو على غزة من أجل أنهم يأخذوا دورة مكثفة جدا في كيفية التعاون مع هؤلاء الأطفال وإرشاد الأهالي بجميع الجوانب من أجل ننتقل فيهم نقلة نوعية متقدمة نحو الأفضل طبعا يعني هاي المبادرة اللي أخذت بزمانها أهالي وأيضا منطلقت من حاجة أهالي متلازمة دورة بهذا اليوم ولكتير من المشاهدين يمكن اللي بشتغلوا في أماكن اللي بقدروا يقدروا يقدموا كمان إيش بتخاطب هذول الناس بتحكي لهم بهذه المرحلة أنتوا فيها وإحنا شفنا أنه فيه أهالي وفيه أطفال فهم فعلا بحاجة ماسة لوجود مثل هيك مركز مختص نعم صحيح يعني إنكار وجود هذه الفئة والشريحة من المجتمع كان أحد أسباب عدم النهوض بهذه الأطفال وبالتالي إحنا بنوجه نداءنا لكل الجمعيات ولكل المؤسسات المعنية المعنية بذوي الإحتياجات الخاصة وبذوي الإعاقة أنهم يقدموا ما يستطيعوا لهذه المؤسسة من أجل أنها توقف على إجريها ومن أجل أنها تقدم الخدمات والأهداف المرجوة منها لتقديم الخدمة لهذه الشريحة من الأطفال المهمشين الموجودين في مجتمعنا وليما فيه داعي لإنكارهم وليما فيه داعي للتعامل معهم بطريقة لا إنسانية ولا أخلاقية بالمرة نهائية نعم كيف يمكن للمشاهدين زيارة هذه الجمعية وإن كان فيه هناك عندهم أطفال متلازمة داون أو تواصل معاكم خاصة لكم وسيلة التواصل الوحيدة حتى هذه اللحظة طبعا نحن تلقينا وعود من مجموعة من المسؤولين والذوي الإختصاص ولكن نتمنى أنها تترجم على أرض الواقع وسيلة التواصل الوحيدة هي عبر صفحة الجمعية على الفيسبوك فقط لا غير أي حد عنده طفل يحب يتواصل معنا من أجل زي ما حكينا في أكثر من اللقاء يعني أنه إيد لحالها ما بتسفق نحن نحط أيدينا في أيدينا بعض على أساس نحصل حقوقنا حقوق أبنائنا من الجهات المختصة ونقدر نعملهم إشي ومراكز مختصة التي تقدم لهم هذه الخدمات وسيلة الاتصال والتواصل هي فقط عن طريق صفحة جمعية الرحيم أصدقاء متلازمة داون على الفيسبوك أو أرقام التليفونة الموجودة على الصفحة التي هي لأعضاء الهيئة الإدارية في الجمعية إذن لربما يعني الحاجة الحقيقية بأقل الموارد والمصادر الموجودة أنتوا عم تحاولوا تبدو وتشتغلوا ونحن نظر أنه في كتير من الأشخاص كمان ممكن يكونوا مهتمين بهذا المجال ولكمان مساعدة أشخاص بيعيشوا أو فئات مهمشة بتعيش ظروف خاصة كمان لازم يكون هناك اهتمام من الأهالي بتعرف أحيانا بعض الأهالي ممكن مر عليكم كمان ما بيكون فيه اهتمام بأطفالهم اللي بيعانوا من متلازمة داون بيخلوهم بالبيت ما بيودوهم مراكز صحيح فهذا يعني هاي رسالة إنه يكون فيه هناك اهتمام من قبل الأهالي بأطفالهم صحيح مش يعني بس بمتلازمة داون إنما بكل بكل هي بس عفوا يعني هي قد يكون فيه حلول فردية أشخاص بيهتموا في أطفالهم بيطلع منهم إشي ولكن هذه ما بتحل المشكلات شريحة واسعة بتشكل واحد من ثمانمية بالشعب الفلسطيني يعني يوم بنسبة وتناسب وبنحكي عن من أربع على خمس تلاف فرد أو شخص أو يحمل من ذوي متلازمة داون فلسطين إذن شريحة واسعة متناثرة ما فيه أي إحصائية ما فيه أي رقم يدلل على حاجة هذه الشريحة هاي جزء من أهداف الجامعية هتوجد رقم من أجل وضعه أمام المؤسسات المختصة لتعالج هذا الرقم اللي متناثر اللي بيش موجود له أساس نهائيا نعم شكرا 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 كثير لك عوجودك معنا وعلى تسليط الضوء كمان على هذا الموضوع بالتحديد مشاهدين راح نجوح فاصل بعد راح نكمل معاكم خليكم معنا